السلام عليكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمدين وعلى آله ومن ولاه حضرت سيدات السادة رجال ونساء الإعلام ساعد مرة أخرى بأن نلتقي جميعا في هذه الندوة الصحفية التي تلتأم مباشرة بعد اجتماع مجلس الحكومة وإذا سمحتم كما زرت العادة سوف نبدأ بتلاوة البلاغ على أن بعد ذلك نتطرق إلى جانب الأسئلة عقدت الحكومة يومه الخميس 5 صفر 1444 الموافق لفتح شتنبر 2022 مجلسها الحكومي برئاسة سيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة خصص لتداولي والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا تبقى للفصل الثاني والتسعون من الدستور وفي مستهل أشغال المجلس القصيد رئيس الحكومة كلمة أشار فيها إلى أن الحكومة وتفعيلاً للرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي بذرت فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين رغم صعوبة الضرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانات أو الإمكانيات المالية للدولة وأضاف السيد الرئيس أن الحكومة في سنتها الأولى من هذه الولاية الحكومية تمكنت بفضل تضافر جهود مختلف الشركاء من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي من خلال التوقيع على ميطاق وطني ملزم لكل الأطراف غايته هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية فضلا عن مرصد وطني وأكاديمية في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال وكلها عناصر تشكل إطارا متكاملا ومنتظما ومستداما للحوار الاجتماعي وفي معرض كلمته ذكر السيد رئيس الحكومة بالتوقيع يوم 30 أبريل 2022 على اتفاق تاريخي أجمع على مضامنه مختلف الفرقاء بدون استثناء ويرم أساسا تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين وعشية انطلاق جوالات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين أعلن السيد عز أخنوش أن الحكومة وفاء بالتزامتها ستشرع ابتداء بن شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة سميغ على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023 وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي سميغ وفي السياق المتصل عبر السيد رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاشي الشيخوخة من 3240 يوما فقط إلى عفوا من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للتقاعد الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية وتفعيلا للحوار الاجتماعي أكد السيد رئيس الحكومة أن جدول أعمال الاجتماعي اليوم يضم ما مجموعه 12 مرسوما تفعيلا للحوار الاجتماعي سبعة منها تروم الرفع من قيمة تعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغت 1500 درهم وحدث السلم سبعة والرفع من حصيص ترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص وبهذا الصدد نوه السيد رئيس الحكومة بالجهود القيمة والمتواصلة السيدات والسادة الوزراء في سبيل تنزيل مضامين التفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات لا سيما من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط المتوسط الأمد عقب ذلك أكد السيد الرئيس أن الحكومة وتماشيا مع أهداف الورش الملاكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية تمكنت من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمتيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيق للمنظومة الصحية الوطنية باعتبار تحفيز العاملين في القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم مدخل الرئيسية لهذا الإصلاح ومن تم نفذت الحكومة التزامها برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لتبدأ بالرقم الاستدلالي خمسمية وتسعود بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنية الصحة من الترقية في الرطبة والدرجة والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنية الصحة وقال السيد رئيس الحكومة إن المجلس المنعقد هذا اليوم يصادق على المراسيم التي ستمكن من دخول هذه التحفيزات حيث تنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023 وفقا للجدول الزمنية موضوع الاتفاق القطاعي وإجمالا يصل عدد النصوص التي اعتمدتها الحكومة إلى 15 نصا وفاءا بالتزاماتها مع شركائها وطنيا وقطعيا وذلك قبل بداية الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي وفي إطار الإعداد الجيد للقاء المرتقب مع الشركاء الاجتماعيين في غضون شهر شتنبر الجاري وجدد السيد الرئيس دعم الحكومة للوزراء الذين يديرون حوارات قطعية من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة خلال الجولات المقبلة للحوار الاجتماعي وفي الأخير أعلن السيد عزيز أخنوش عن مواصلة الحكومة خلال شهر شتنبر الجاري صرف منح إضافية لدعم مهنيين نقل الطرق وذلك قصد مواجهة آطار الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ووطنيا بعد ذلك تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم جوج 22606 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة قدمه السيد يونس السكوري وبحسو وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ويتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تقر زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% عن المبلغ الحالي وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2022 كما يقر هذا المشروع زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10% عن المبلغ الحالي ابتداء من فاتح شتنبر 2022 بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم جوز 22 680 بتغيير المرسوم رقم جوز 04534 صادر في 16 من دي القعدة 1426 29 ديسمبر 2004 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظف وزارة الشؤول الخارجية والتعاون قدمه السيد ناصر بوريطة وزير الشؤول الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من تعويضات المخولة لبعض الموظفين الدبلوماسيين والقنصريين المرتبين في درجة أمين سر أمين سر من الدرجة الرابعة قصد تمكين هذه الفئة من الموظفين من الحد الأدنى من الأجر الشهرية الصافية المحددة في 3500 دهم ووصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها السيد خليد أي الطلب وزير الصحة والحماية الاجتماعية ويتعلق الأمر بكل من مشروع المرسوم رقم جوج 22681 بتغيير المرسوم رقم جوج 17535 صادر في السابع في السابع من محرام 1439 28 سبتمبر 2017 في شأن النظام الأساسي الخاص بهئة الممرضين وتقنية الصحة المشتركة بين الوزارات والذي يهدف إلى تسريع وطيرة الترقي في الدرجة للممرضين وتقنية الصحة من خلال تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية سلم التاسع في الدرجة الأولى سلم العاشر من إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنية الصحة المشتركة بين الوزارات ومنح أقدمية اعتبارية ما بين 3 و 5 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الممتازة لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى سلم 10 في تاريخ نشر المرسوم رقم جوز 17535 بالجريدة الرسمية بالإضافة إلى منح أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الاستثنائية لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة سلم 11 في تاريخ نشر المرسوم رقم جوز 17535 في الجريدة الرسمية كما ينص هذا المشروع على استفادة المعنيين بالأمر من الترقي بأتار الرجع ابتداء من 26 أكتوبر 2017 على أن يتم صرف المستحقات المالية المترتبة عن ذلك على شطرين الأول ابتداء من فاتح يناير 2023 والتاني ابتداء من فاتح يناير 2024 مشروع المرسوم رقم جوز 22682 بتغيير المرسوم رقم جوز 99651 الصادر في 25 من جمادة الآخرة 1420 6 أكتوبر 1999 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم بتخويلهم الرقم الاستدلالي 590 عوض 336 مع بداية مصارهم المهني وإقرار نظام جديد للتعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة لهذه الفئة وسيتم تنفيذ هذا الإجراء على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023 مشروع المرسوم رقم جوز 22684 بتغيير المرسوم رقم جوز 99649 الصادر في 25 جمادة الآخرة 1420 6 أكتوبر 1999 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موضف وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية وذلك بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية العاملة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ليصل إلى 1400 دلهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2023 عقب ذلك تداول مجلس الحكومة وصدق على مشروع المرسوم رقم جوز 22683 بتغيير المرسوم رقم جوز 00279 الصادر في جوز ربيع الآخر 1421 25 يوليو 2000 بشأن نظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارة قدمه السيد محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القراوية والمياه والغابات وذلك من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهذه الفئة من 336 إلى 500 سعود وإقرار التعويضات المرتبطة بها ابتداء من فاتح يناير 2023 إطرى ذلك تداول مجلس حكومة وصدقة على مشروع المرسوم رقم جوز 226 بتغيير المرسوم رقم جوز 19453 بتاريخ سبعة جمالة الأولى 1442 22 ديسمبر 2020 بشأن النظام الأساسي الخاص بإهات موظف إدارة الجمالك والضرائب غير المباشرة قدمه السيد فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ويهدف هذا المشروع إلى تغيير الجدولي الوالد في المادة 38 من المرسوم رقم جوز 19453 وذلك من خلال الزيادة في مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه موظف إدارة الجمالك والضرائب غير المباشرة المنتمونة إلى درجتي حارس جمالك من الدرجة الثالثة وعون تقني للجمالك من الدرجة الثالثة عقب ذلك تداول مجلس حكومة وصادق على خمسة مشاريع مراسيم قدمها السيد فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية نيابة عن السيدة غيتام زور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ويتعلق الأمر بكل من مشروع المرسوم رقم جوز 22608 بتغيير وتميم المرسومين رقم جوز 10452 ورقم جوز 10453 بتاريخ 20 من دي القعدة 1431 29 أكتوبر 2010 بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركين بين الوزارات ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المرسومين السالفي الذكر من خلال الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التقنية بالنسبة لمساعدين التقنيين وعن التدرج الإداري بالنسبة للمساعدين الإداريين وحد في الدرجة الثانية التي تشتمل عليها كل هيئة من الهيئتين والتي تماثل سلم الأجور سبعة مع ترتيب الآطار القانونية اللازمة لذلك ابتداء من فاتح يناير 2023 مشروع المرسوم رقم جوج 22610 بتغيير والتميم المرسوم رقم جوج 7768 بتاريخ 12 من سفر 1397 جوج فبراير 1977 بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظف الأطر الخاصة ببعض الوزارات والذي يهدف إلى تغيير الجدول رقم جوج الملحق بالمرسوم رقم جوج 7768 وذلك من خلال الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التدرج الإداري الذي يستفيد منه الموظفون المرتبون في سلم الأجور ستة أو في درجة مماثلة له حيث ستتم الاستفادة من هذا الإجراء ابتداء من فاتح سبتمبر 2022 مشروع مرسوم رقم جوج 22611 بتغيير المرسوم رقم جوج 0443 بتاريخ 29 من شوال 1426 جوج ديسمبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المرسوم رقم جوج 0443 بالرفع من حصيص ترقي الموظفين في الدرجة من 33% إلى 36% بالنسبة للدرجات التي تكون الترقية فيها محصورة فقط عن طريق الإختيار حسب الاستحقاق بعد التقييد في جدول الترقي السنوي ومن 13% إلى 14% بالنسبة للترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية ومن 20 إلى 22% بالنسبة للترقية عن طريق الإختيار حسب الاستحقاق بعد التقييد في جدول الترقي بالنسبة للدرجات التي يكون فيها الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار ابتداء من فاتح يناير 2023 مشروع المرسوم رقم جوج 22-612 بتغيير المرسوم رقم جوج 11-471 الصادر في 15 من شوال 1432 14 سبتمبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بهئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات والذي يهدف إلى تغيير مقتضيات المرسوم رقم جوج 11-471 وذلك بالرفع من حصيص ترقي الموظفين المنتمين لهذه الأياء في الدرجة عن طريق الاختيار من 33% إلى 36% ابتداء من فاتح يناير 2023 مشروع المرسوم رقم جوج 22-613 بتغيير المرسوم رقم جوج 58-1381 بتاريخ 15 من جماد الأولى 1378 27 نوفمبر 1958 بتحديد شروط منح تعويضات العائلية الموظفين والعسكريين ومستخدم الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية والذي يهدف إلى تغيير وتتميم مقتضيات الفصل الثامن من المرسوم رقم جوج 58-1381 وذلك بالرفع من بلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون ومستخدم المؤسسات العمومية عن أولادهم الرابع والخامس والسادس من 36 درهم إلى 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2023 واختتم مجلس حكومة أشغاله بالتداول والمصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل الثاني والتسعون من الدستور فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تعيين كل من عزيز البعزوي مدير الموارد والنظام المعلوماتي بالخزينة العامة للمملكة وعلى مستوى وزارة إعداد طراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعيين سيدة ناهد الهمتامي مديرة للوكالة الحضرية بالقنيطة راسد قسم وعلى مستوى وزارة تعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين كل من سيد هشام محمد حمري مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير لجامعة ابن زهر بأقادير سيد حسن حمدي مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لجامعة ابن زهر بأقادير سيد أحمد سبا مدير للمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلميم سيد توفيق ليحيوي مدير للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال السيد أحمد ابو عبيد مدير البحث العلمي والابتكار إذن كان هذا نص البلاغ